الرئيس السيسي يواجه بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء الأمم المتحدة ترحب بتشكيل الحكومة العراقية وتؤكد أن أمامها معركة شاقة بسبب الأزمة الاقتصادية ترامب يقول إنه لا يثق في بيانات الصين حول أعداد الوفيات بفيروس كورونا السادسة صباحا الرابع بتوقيت جرينيتش موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة أهلا بكم وفي البداية مشاهدين نذكركم بضرورة الالتزام والأخذ بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حماية للأهل وللأحبة ولبوطنين العزيز مصر وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس برئيس الوزراء وعدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي أن الرئيس وجه أيضا بالاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية وإعادة تنظيم السكن في المنطقة في إطار التخطيط العمراني الذي تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات فضلا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء استقبل مطار مرسى علم الدولي رحلة استثنائية قادمة من العاصمة العراقية بغداد تقل على متنها 151 مصريا عالقا في ظل إيقاف رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين في العديد من الدول وقامت إدارة الحجر الصحي بالبحر الأحمر بتطبيق الإجراءات المتبعة ثم نقلهم في أوتوبيسات لمقر الإقامة بأحد فنادق مرسى علم لمدة 14 يوما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أزمة فيروس كورونا تعد أسوأ من معركة بيرل حاربر وهجمات الحدي عشر من سبتمبر مشيرا إلى أن بلاده لا تزال في المستوى المنخفض بالنسبة لعدد وفيات كورونا وخلال كلمته من البيت الأبيض أضاف ترامب أنه قرر ترك خيار عودة الأنشطة الاقتصادية إلى حكام الولايات كما أعلن أن الولايات المتحدة تعمل لتفادي أي نقص في الإمدادات الطبية هذا وأشار ترامب إلى أنه لا يثق فيما تعلنه الصين حول نسب الوفيات لديها أعلن معهد روبرت كوخ الألماني تسجيل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7,119 كما أشار المعهد إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى نحو 166,100 إصابة أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي تنفيذ عملية نوعية في محيط قاعدة الوطية أصفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين في ضربة جديدة للميليشيات ومرتزقة أردوجان في ترابلس وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي أن الشعب الليبي سيطلقى خلال الأيام القليلة القادمة أخباراً إيجابية بشأن المعركة ضد الإرهاب وتحرير العاصمة ترابلس من الميليشيات رحبت بعثة الأمم المتحدة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة مشددة على ضرورة التحرك سريعاً لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة وقالت رئيسة البعثة جانين بلاسخارت أن الحكومة العراقية تواجه معركة شاقة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في ظل جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط وأضافت بلاسخارت أن الحكومة العراقية مطالبة بتقديم الخدمات العامة الكافية ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة والمساءلة هنأ وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاذمي بتمرير حكومته مشدداً على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة التي يطالب بها الشعب العراقي وأكد بومبيو على تويتر أن الإدارة الأمريكية ستساعد الكاذمي لتنفيذ أجندته الجريئة وبحسب بيان الخارجية الأمريكية أبلغ بومبيو رئيس الوزراء العراقي بمنح بغداد استثناء لمدة 120 يوماً لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران لمساعدة الحكومة الجديدة على النجاح مشاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار للمزيد تابعونا دوماً على اكسترانيوز.تفي شكراً لكم اشتركوا في القناة